اهلا وسهلا بكم عزقنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامتكم تأمولات إنسانية مازلنا في الموسم التالت من تأمولات إنسانية بنتكلم في إطار وتحت قسم بيت العيلة خلوني قبل ما أقول لكم موضوع حلقتنا النهاردة أرحب بضفتنا ضد البرنامج النهاردة الإعلامية الجميلة المتقلقة دائما أحد نجمات السوشيال ميديا الأستاذة شيرين خفادي أستاذة شيريهان خفادي أستاذة شيريهان هي ملقبة بلقب جميل قوي ناصرة الغلابة وصوت الحق وهي عاملة برنامج زريف اسمه بنحلم نعيش دايما بتتناول أحلام المجتمع المصري فيه وأحلام البسطاء وبتفجر أضايا كده الناس أحيانا بتغجل عن الحديث فيها فإحنا سعداء جدا بوجودك معنا يا شيريهان أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بأسرة البرنامج وأهلا وسهلا بمساعات الجميلات نور دينا بريخة ليكي شرف ليه طبعا حضوري معاكم النهاردة كل سنة وأنتو طيبين عيد الحب الشهر ده كل عيد حب وأنتو طيبين كل عيد حب وأنتو طيبين كل عيد حب وبلدنا كلها بخير وسحة وسعادة وأم وحب وأسرة الصحة والجمال كلها بخير وسعادة يا رب وخصوصا تأملات إنسانية وكل متابعين شيريهان خفاجة وكل متابعين تأملات إنسانية بخير وحب يا رب مرسي يا شيري من ورانا والله كثيرة وكلها كتب موضيع شائكة اتكلمنا تحت عنوان الرجل لا يكتفي بواحدة النهاردة جايبين لكم موضوع يعني موضوع الساعة موضوع الساعة ناس كتيرة بتتكلم فيه والنقيب منع والنقيب وافق والنقيب بخلق والناس بتأيد وناس بتعارض وفيه حمو بيكة وفيه شوكوش وفيه جزارين موضوع شائكة موضوع مهم جدا موضوع مرتبط بالذائقة الفنية وتنمية الدروق العام عند المصريين موضوع مرتبط بالأخلاقيات العامة وتأثير الأغنية الشعبية على بناء الطفل والمجتمع والشباب والانحراف والجريمة الأغنية الشعبية دي اللي كنا بنستمتع بيها واحنا بنسمع أنديل ولا رشدي ولا 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 كتا حاجة كده ممتعة وبتوصل لكل شخص حتى الأشخاص البسطاء وكده فإحنا جايين النهاردة كصوت للحق زي ما أستاذة شريهان خفاجة صوت للحق إحنا برضو جايين النهاردة صوت للحق جايين بمنتهى الحيادية ولا نتحيز إلا للجمال يبقى إحنا مع الحق وللحق يا محمد مش كده مع الحق وللحق بدأ معنا إيه النهاردة يا نبيل النهاردة عايزين نتكلم عن الغنى والفن الشعبي كان بيكون من التراث ده كان جزء من التراث المصري زمان كي بتبقى الكلمات بتاعهم بسيطة زي محمد طه كده وبعد كده طورت شوية بقت محمد رشدي وفاطم عيد والعزبي وكان بيعمل لهم حفلات زمان الأيالي أدواء المدينة والقناة الأولى كانت على طول بتعمل لهم في القرور حفلات في القرور جنب قوي فين الناس دي اختفت راحت فين أصلاً من فن الشعب الأصير بتاعهم ده وهل اللي احنا بنسمعه دلوقتي اللي هو المهرجانات اللي احنا بنسمعها للأسف دلوقتي يندرج تحتها اسم ان هو تطور في الفن الشعبي ولا تتسمى إساءة للفن الشعبي قصتي أنا يعني عندي بس تعليق صغير عن كلمة الفن الشعبي اللي بيحصل دلوقتي مش فن إطلاقاً ولا فن شعبي ولا ينفع يتقال عليه فن شعبي ولا ينفع نسيء للفن الشعبي الجميل اللي كان أمطعنا من وإحنا صغيرين أو أمطع أجدادنا وأهدينا واللي كان فيه تزورك أن احنا بنسمعه بحب وبنسمعه بإحساس كان بيمثل الشعب بجد دلوقتي الشباب بتسمع المهرجانات أو ما يسمى بكلمة المهرجانات الغريبة اللي طلعت آخر كام سنة للأسف يا دي بعارة مرخصة أنا أسف يعني اللفظ جارح شوية لكن لفظك الخطير ده ناتج عن إيه يا شريهان عشان؟ ألفاظ الخارجة والبذيئة موسيقى صاخبة يا شريهان الفكرة مش الفارس موسيقى أمرينا ما سمعناها موسيقى صاخبة جداً عنديش مشكلة في الميوزيك اللي هو برضو بيعمل هيبارة جامدة جداً للجني أنا قصدي قصدي نقطة دي عنده 16 سنة أو لحد 20 سنة ده بيعمل كمية الميوزيك اللي هي فيها رنبطة وحتى إحنا كبار أحياناً في المناسبات الصارخة في أفرح ما نديش مشكلة في أن يكون في ميوزيك فيها حياء فيها روح فيها في عندنا ضغط نفسي في عندنا مشاكل كتير كل الناس اللي أنا اكتشفته دلوقتي في كل الأغاني زي أغنية عمر دياب تلت بناته ويوم تلاته الحاجات دي على فكرة كلنا بنسمعها بنرقص لو شيخ عمر دياب ده في زي هترقى أنت المشاكل قصر يلا في زي الفكرة هنا إحنا بشر عندنا حس عندنا مفيش إنسان في الدنيا فينا ما ينفعش تعمليه وكده ما يحسش الإحساس الموسيقي أو الدخلة الموسيقية على أي حد فينا بتلاقي موده بغير بس مرحلة وإحنا عايزين نتكلم في حاجة إن دلوقتي مثلا المهرجانات لما تلعت في الأول كانت في الأول كانت بيختص بيها الناس كانت اللي بيسمعوها يعني التكاتك والميكروبوسات الناس دي بعد كده النوع ده من الأغاني اتطور ومش بس النوع ده من الناس اللي بتسمعها بقى أي حد عايز يفصل كده موده ودماكه على طبقات ولا مستويات ولا أنا بقى بقى واقفة في إشارة جانبي وجانبي مارسيدس قلت مين بيسمعوه مش عايز أقول لا مش عايز أقول ما يستهلش أي حد سمكوني إن أنا أقول اسمه يعني الناس اللي موجودة دي أنا مش خاصة يا أستاذ شيري حتى البسيطة كيتمحترمة يعني الشعبية كيتمحترمة ده أساميهم نفسها أسفة أساميهم نفسها غريبة جدا أستطيع أقول لفظ غير لائق لأن أنا ماقدرش أقول لفظ غير لائق حتى الأسامي بتاعتهم أسفة غريبة دا أول إسم دايمة لكل مشتة أنا ما يخصنيش مين المطربين أو أسماءهم أو هم مين أو أو معلشي كلنا اللي تربى في الشارع واللي تربى في أسر لنفسه مش ليا بس فيه إنسان تربى في الشارع وحافظ على أخلاقه وفيه إنسان تربى في أسر وطلع عديم الأخلاق فأنا مليش علاقة في مكان تربيته لكن ليه علاقة في أن أنا وعلشان كده ده أجه واحدة بس إنه المجتمع ككل ده المراية للوجه العام أو المراية اللي موجودة في حياتنا كلنا وأنا بشبهها بالجامع أو الكنيسة ما ينفعش إن أنا أكون داخل الجامع وأجيب خمور وحشيش جوه الجامع ولا ينفع أقول ألفاظ بذيئة ولا ينفع لما بنسمع عن حالات ده تحريد على الرزيلة بيقول مباشرة وثابت لي المفتاح وتلعت لي وعملت فيها يعني ما هي الأسرات هنا على الكلمات أحنا عايزين أنتقل في النقطة دي يا أستاذة شريهان على إن فعلا زمان زمان الفن الجميل طبعا أنا عايزة أواجه تحية وتقدير لأرواح كل المطربين اللي رحلوا عنا اللي سابوا جوانا بصمة اللي أثروا فينا وفي أحلامنا وفي طموحاتنا يعني على سبيل المثال أنا شخصيا اتربيت على أصوات فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ماما وبابا كانوا على طول ما احنا مسافرين رجبين اتربين عليهم اتربت جوانا قيم ومبادئ فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ووردة بعد كده تلعنا في عمر دي يا بكنا برضو أطفال ومحمد فؤاد والناس دي كلها بحيهم جدا هم فعلا تركوا جوانا بصمة اللي رحلوا من لهم الله يرحمهم بكل الكلمات الجميلة اللي أدوها والرسالة السامية اللي أثرت فينا وفي أخلاقنا وفي تربيتنا اللي خلتنا إحنا الناس النجحة العيشة اللي عندنا طموح وعندنا أحلام عندنا مبدأ المبدأ ده يا جماعة مهم جدا جدا في الموضوع أنا عايزة بس أقول لما كان معنا مرة قالك إن هي الأغاني بتبقى باعث للوطنية ولما كان سايد درويش لما كان يغنوا يا بالح الزغلول وكده طبعا لها برو اجتماعي لا دي أنواع أنا ما عنديش مشكلة خالص من فن الشعبي والمهرجانات اللي بتسموها مهرجانات ما عنديش مشكلة إنها تكون موجودة لإن إحنا عندنا كبتة أصلا عاطفة بس يا أستاذة وكبت مشاعر وكبت اقتصاد وكبت حاجات كتير أنا ما عنديش مشكلة مع المهرجانات لك أنا عندي مشكلة مين اللي بيغني بس فيه حاجة يا أستاذة شريحين إنت درست موسيقى إنت عارف يعني إيه الألفاء يعني مخارج حتى دي فيه حال دي الأخطر يا أستاذة الألفاظ والكلمات اللي مكتوبة المنتج إنت أنتك تشيء تفسج أما تكلمت في نقطة أم كلسوم وعبد الحليم وفريد الأطرش عايز أقول هنا أن هم لوّسوا هذا التراث يعني هم أخدوا أغاني أم كلسوم لا لا معلش سبحين لا وغانيوها بطريقة لا وعملوا عليها مهرجانات إزداء إحنا عزيزي خدوا كلمة وشويهوها يا شريحين لأم كلسوم وعبد الحليم وكل الناس دي خدوها ما ينفعش أصلا نجيب سيرتهم في قعدة زي دي أنا أسفة ما ينفعش أبدا للناس دي تيجي سيرتها أبدا مع المهرجانات مع المهرجانات لا بس هي أنا أصدي السؤال بتاعي هنا سؤالي أو تعليقي الليمبي أما غنى لأم كلسوم ده ما كانش كوي صالح وبعدين الليمبي مين بيحب الليمبي أنا أسفة يعني فيها برضو معينة هو أولا هنا فيه أختلف معاك في حاجة معينة معلش هو الليمبي هنا لما قال حب إيه والكلام ده كله قال الأغنية مش بيسخر منها في إطار شعبي في إطار شعبي كوميدي في الفيلم في إطار كوميدي في إطار إن إحنا برضو لما قالها بس كونها أخدت روح شوية معاينة في كتلها توظيفة في الفيلم يا أستاذة يعني هو ما خرجش عن مهرج عملها في إطار فن شوية عملها بتوزيع مختلف هي أساسها يعني أغنية بتاعة حمائي طبعا وهم أخدوا منها اللحنة بتاعها وعملوا عليها بنت الجران مشكلة في أغنية بنت الجران مش كبنت الجران كالأغنية نفسها هي المشكلة كلها في إن في الجملة بتاعة وشب خمر وحشيش وإحنا هو ده اللي اعتراض اللي أنا من وجهة نظري اللي النقابة معترضة عليه والمصنفات كلمات وأي حد بالزبط أغنية بتاع بنت الجران زي مثلا لما جات تعرضت يعني مثلا إحنا زي ما حضرتك وأستاذ الشريعين كنت بتتكلمي إن هم مش دارسين هنا لا في منهم ناس قراري تقدموا للنقابة علشان ياخدوا تصريح ومنهم شاكوش شاكوش ده راح قدم لللجنة والنقابة قبلته وهو دلوقتي معتمد في النقابة ومعي طبعا حمو بيكا برضو اتقدم بس اترفت بس حمو بيكا اترفت وشاكوش استبعد شاكوش بعد كده علشان لا ما يديهم فميات بقى إحنا مشايزين نختلف إن هي عشان الناس إيه تجذبها هو أهم حاجة المضمون طبعا بالزبط فإحنا الأغنية مثلا لما هي نزلت بنت الجران هم مفروض وفقوا على شاكوش بس كان عندهم اعتراض على الكلمات بتاعت الأغاني وهو ده اللي هم وجههوله كرسائل إن هو من بعد كده الأغاني اللي هتنزل تكون المصنفات واخد بالها من الكلمات أو هما نفسهم يكونوا أخدين بالهم من الكلمات بالزبط هما جم في الأستاذ كانوا غنوا الأغنية بس لما جم غنوا الأغنية إدوا الفلاشة فيها الأغنية بتاع ببنت الجران المفروض إن هي زي ما هي كلامهم بعد كده إن هما إدوا الفلاشة دي وكان فيها الأغنية تان أغنية ببنت الجران زي ما هي والجزء التاني إن بدل وشب خمور وحشيش تبقى فيها الجملة بتاعت من غيرك مش عايش فبالتالي هو منها بيكون قدم للنقابة اللي هم أو المصنفات اللي هما عايزين اللي هو الأغنية زي ما هي كمهرجان ومهرجان محترم هي دي الجملة الوحيدة أساساً في المهرجان اللي في مشكلة أعرف بس هو شاكوش ده أغاني تانية غير بنت الجرية أوه هو أساساً في ملزمي ما هي بلعت رض في كده معلش يا سامحيني أصلاً أنت دلوقتي صححتي معلومة جداً للجمبور أنه هو من غيرك مش عيش بدل أشرب خمور وحشيش من غيرك مش عيش تب النظر الأغاني اللي فاتت لا مش فكرة هي النقابة اعتمدتهم أنا هنا بتكلم مع النقابة إحنا سرطننا جزء كبير من الجسد ما كانش ينفع يدخل عندك يعني جزء مصرطن وتسيبه عشان ما سرطنش مجتمع كامل وبعد كده تلوم عليه أنه هو سرطن مجتمع يعني أصدر يأني لازم نعمل بتر من البداية ما كانش ينفع وكمان الرقابة لازم تكون موجودة من البداية أنه ما ينفعش أن إحنا نسيب الموضوع إحنا في حالة أو في مرحلة المنفتحة جدا فيه انفتاح غير طبيعي للتلفزيون أنا مش بعترض على المهرجانات بس أنا عندي تعليق تاني مع المسلسلات ومع الأفلام ومع الألفاظ اللي تقلت في الأفلام ومسلسلات لكل الناس إياً كان مين أنا مش هسني نجوم ولا هسني أسماء ناس خالص لكن النجم الحقيقي هنا اللي احنا شايفينه في أرض الواقع هو المجتمع الأطفال اللي بقى أكتر من كم سنة بنسمع أن فلان قتل فلان بمطوى وفلان رفع المطفوع لفلان وعيال على صاحبة واحد صديقهم عشانه واحدة بنت هما الاثنين عايزينها موتوا بعض أطفال ده نتيجة إيه؟ ده نتيجة الإهمال اللي احنا فيه مصيبينه بقى أنا سنين كتير جدا من التلفزيون أنا مش همنع ولادي يتفرج بقى أطفال ما هو قرار بأمن النقضة مش همنع ولادي أمسك منهم الموبايل مش همنع ولادي إن أنا يسمعوا أغاني هحطهم فين؟ أحط ولادي فين؟ أحط ولادي فين؟ يعني أنا أحط ولادي فين بالضبط لخبيهم بقى لخبيهم فين؟ أنا عندي يعني بشوف الأطفال اللي أربع سنين وتلت سنين وخمس سنين يقولوا ألفاظ هم مش عارفين النفذ ده معناه إيه؟ بس هم وسامع الله يعني هنا الكلمة يا أستاذة يعني أنا هنا عايز أوجه بس حاجة صغيرة بقول إن الكلمة هي المؤثرة في بناء الطفل وإحنا قلنا كده في أول الحلقة علشان كده في سنة 1950 أيام مصطفى النحاس توقفت أغنية لفريد الأطرش كان اسمها ما قال لي وقلت له يعواز الفلفل وساعتها اتقال السبب على وقف الأغنية إن يعواز الفلفل بدون المستوى ناين بتشيع الألكيد والمقيدة في نفوس الناس وإنه لفظ شعبي دارج وعايز يحافظ على الزوء العالم شفتوا قد إيه؟ يعواز الفلفل يعني شوفوا قد إيه كنا عندنا اختيار للكلمات كنا دقيقين بس بردو كان في أغاني تانية موجودة يعني مثلا بتشتألي يعني معاهز بردو كان في حاجات أه أنا بتكلم على فترة بعد كده كانت موجودة طول ما إحنا على الزمن على مر الزمن فيه يعني النوعيات دي بتطلع كتير الله يا جماعة نبص للزمن ده ونبص للمجتمع ونبص لأخلاقيات المجتمع وإحنا نثبت ونشوف لنفسنا الناس دي كتعاملة إزاي طب نعمل إيه نعمل إيه رصيزة نعمل إيه نعمل إيه نعمل لأولادنا ما كانش فيه أي تجاوزات اللبس في الشارع كان منيجيب هو ده اللي كان موجود الطبيعي ما كانش فيه واحد بيبص الوحدة هل الجسد تغير هل الشخص تغير هل إحساسه ومشاعر ودنيا تغير لا الفكر والتنشئة والثقافة والكلفة احنا اللي تغيرنا اربلات الثقافة نبقاش في ثقافة احنا بنكلم دلوقتي هل زمان نظمة الجهل زي دلوقتي زمان كانت اكتش كانت اعلى بس في الجهل كان فيه كراءة والكتابة غير الجهل الثقافة غير الجهل الثقافي زمان كنت بتشوف حد فلاح في ارض راجل بسيط وكلنا فلاحين وقصونا فلاحين كنت بتلاقي الشخص ده وثقف عارف يعني ايه تاريخ والسياسة واقتصاد وفاهم كان فيه تركيز يا استاذة تعال دلوقتي محمد رمضان يا عشرهير محمد رمضان تشتلت القنوات الكتير اللي احنا باقينا فيها انا رأيي ان تشتلت القنوات الكتير جدا انت رايك ان محمد رمضان اتخذ في الرجلين مع الناس اللي توقف بيه بصفته بقى ممثل ونجم سينيمائي هل هو انحضر بمستوى ان هو نزل لموضوع المهرجانات ده عشان يبقى التذكرة تلاتة اربعة تلاف جنيه ولا بخمس تلاف جنيه يجيلوا الف واحد يعمل خمسة مليون وعشرة مليون في مهرجان او في حفل عمالة في الساحة اللي شمالة وكده هل شايف ان مش محتاج لعشرة مليون محمد رمضان هل هو الفكرة مش فكرة فلوس الفكرة فكرة ان انت بتاخد فلوس من حيات تانية كتير قوي وان انت خلاص عمالك مستوى محمد رمضان انا بقدم له رسالة برضو من هنا انت شخص كنت مشروع ناجح انت شخص ممثل مش مؤدي انت كنت طالع لك حب بجد كنت فعلا هتمثل ممكن كنت تمثل ولكن للأسف نستبعد تماما دلوقتي ان انت تكون حب ستكت فالفكرة هنا ان انت كنت في موصلة فعلا كنت هتكون نمبر ون في قلوبنا لو كنت بقيت احمد زكي لكن انت حاليا ملكش اي رقم لان انت صنفت نفسك بمكانة تانية خالص لا احنا بنقدم له نصيحة وبنقول له هو استغلي ما هو التمارس يعني انا بقدم لك محبة تجمولة يعني انا بتمنى انا منديش عداء شخص مع اي حد انا بحب كل الناس انا بحب كل ويش عبية برضو محمد رمضان خبير محمد رمضان على فكرة طيب جدا وخلوق جدا بس هي مشكلة معليش حد الاخلاق والاحترام والتدين والصلاة ما بينك وما بين ربك انت شخص في كل النواية دي طيب رسالة رسالة نقدمها للرقابة لكن انا 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 دين المعاملة انا مش هلاك انت دينك ايه مسلم مسيحي ما بتقبنش بربنا اصلا مش بتاعتي دي حلاقة بينك وبينك يا رسالة اللي عايزت بعتيها للرقابة عشان الرسالة اللي انا احب ان انا اقولها للرقابة ارجوكم احنا انحضرنا بشكل غير طبيعي ارجوكم احنا وصلنا المرحلة ان احنا مش عارفين ان نحافظ على اولادنا ارحمونا ارحمونا يعني انا اسمي برنامجي اسمه ابن احلى من ايش انا سميت الاسم ده عشان فعلا كلنا الحلم مش شغل الحلم مش حياة الحلم الحلم بسمة حلوة الحلم احترام ولاد حلوين ثقافة عدم الحضار مجتمع صحي مجتمع زو اخلاق رفيع حتى لو معندناش الصحة عندنا اخلاق حتى لو عندنا اولاد مش مش قادرين نوفر لهم اثور ونجاوزهم سبناهم باخلاق كريمة يقدروا يعيشوا بيها ويكملوا بيها عايزين نوجه رسالة شكر وتقدير الاستاذ هاني شاكر على موقف النبيل وعايزين نقول له دايما يا رب معانا عايزين كل كلمة يا استاذ هاني تبني اولادنا واقفالنا احنا معاكم ايدينا كنت طبعا معانا ان شاء الله نحافظ على تراصنا وعلى كل كلمة تخرج في بناء اولادنا ومجتمعنا في بناء شخصيتنا وانفسنا في تعاملاتنا مع بعض الف شكر لكل حد ساب جوانا بصمة وفضل عايش جوانا واثر فينا الف شكر لكل مطرب موجود معانا ورحل وهو جوانا وبينا وبيعيشنا وتعلمنا كلمة اخيرة بلدنا احنا عايزين بس بنقول له مرحام ولادنا بس من المهرجانات اللي هي شغالة دلوقت ده هتبقى اكتر واختر من فيروس كورونا يعني للأسف كلمة اخيرة نور لا انا بالنسبة لي بقول بس ان احنا بالنسبة للفنان هاني شكر طبعا هو اكيد احنا بنقيد قراره طبعا بس في نفس الوقت يعني نراعي بس شوية ان الناس دي دلوقتي بيتفتح بيوت وفي ناس كتير وراها يعني عائلات كتير فاحنا برضو نراعي شوية ده ونحط معايير ومقاييس للأغاني ومصالة الحاجات اللي هم عايحطوها بكلمة بس يا جماعة مش مشكلة ان هي تنزل كمهرجانات عشان دي نوع مش مبرر الناس دي معاها فلوس دلوقتي تفتح ملايين تمانية عشرين مليون وتفتح وتعمل فن محترم فعل فن مضحهم بعنا لفتحين بيوت مش هما اللي فتحين بيوت نداع 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 استغاثة يا محمد واستغاثة من برنامجنا من برنامج تأملات انسانية باسم يا محمد نجم الدين وباسم المزيعات اللي معايا وباسم الدفا اللي معايا وباسم المجتمع المصري كله هل احنا مصر هل احنا بلد الفن الجميل هل احنا بلد عبدالحليم حافظ هل احنا بلد ام كلسوم هل احنا بلد بنت المطربين ام محمد احنا بنينا ورد هل احنا بلد الشعراوي بكل الناس الكبار هل ينفع بعد ما كان مقدمة مصر الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه اسمحونا اسمحونا الاستغييص بالرقابة بالنقابة بالقيادة السياسية بكل من له كلمة في هذا البلد احنا البلد اللي جاء جالها فريد اللطرش واسمهاني عشان يترعرع فيها الفن احنا اللي اثرنا في الجزائر وتونس والمغرب احنا اللي نشرنا الثقافة بالفن لا ما اعتقدش احنا عايزين كلمة اخيرة كمان بدي فرصة بدي فرصة يا جماعة لمحمد رمضان لو هو فنان صادق وقويس لو في مهرجانات لازم تبقى مهرجانات بالشكل القيم بالشكل القيم اللي احنا محتاجينه احنا عايزين يرجع تاني يعتذر للشعب عايزين محمد رمضان يا جماعة عشان ما نبقى الظلماء انا ما بنحبش نظلم حد يطلع يعتذر لنا كلنا احنا كواته واهله عايزين نقولك استغل موهبتك مظبوط يا محمد واحنا معاك ومش ضدك احنا بنشكع موهبتك استغلها صح واحنا معاك وهنقيدك اعتذر لشعبك لناسك اللي بتحبك واحنا كلنا معاك كنا سعداء معاكم في موضوع الحلقة النهاردة موضوع شايد جدا ومش هينتهي الكلام فيه وهو موضوع الساعة فعلا وان شاء الله انتظرونا في مواضيع قادمة قيمة عندنا موضوعين مهمين للفترة الجاية للحلقتين الجايين حلقة عن المراهطة وحلقة عن الطلاق وارتفاع معدلاته بشكل مخيف يأثر على الامن القومي في مصر انتظرونا في حلقات قادمة من برنامج تأملات انسانية وساعدنا بكم ونرجو ان نقول قد اسعدناكم وكان معكم محمد نجل الدين ونسان باري نبيلة صبحي نور اسامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر